مش عايز أرفع سقف التفاؤل إلى حده الأقصى وبالتأكيد مش متشائم على الإطلاق لأن أنا عندي ثقة حقيقية في المفاوض المصري ثقة حقيقية في الدور المصري شديد الفاعلية مش بس لأنه زي ما كنت بقول لك مصر تلعب دور تاريخي لأنه ده جزء من أدوارها في المنطقة التاريخ تقدر تقول حكم على مصر بكده الجغرافية حكمت على مصر بكده زي ما بنقول دايماً كده في مصطلحات السياسة يقول لك الوضع الجيوسياسي حكم بكده أم لا لدى الدولة المصرية حكمت بكده إلى آخره من أسباب نستطيع أن احنا نعد نعد فيها من هنا لحد بعد بكر لكن كمان لازم تشوف إزاي العالم شايف الدور المصري ولهذا بقول لك لا تتشأم على الإطلاق على الإطلاق طيب هل في حاجة في التفاوض اسمها إنك أنت ترفع معدل التفاول بتاعك اللي دركته القصوى أو يبقى فيه عندك يقين أو يمكن زي ما كانوا زميلات العزيزات بيتكلموا فيه الخبر على طول اللي اختتموا به النشرة قبل ما نتكلم سوى على مسألة أنه يعني المفاوضات مشى فيه مصار كويس وأنه يعني بدأ يحصل شكل من أشكال التطابق فيه وجهات النظر لكن هناك بعض النقاط الخلافية دي طبيعة طاولة المفاوضات أكيد فيه تباينات في وجهات النظر يعني هل تتصور أن هناك تطابقاً في المواقف ما بين حماس وما بين الاحتلال استحالة هل تتصور أن هناك تطابقا ما بين مصر وما بين الاحتلال استحالة لا تتصور أبدا إن فيه تطابق هل تتصور إن فيه تطابق ما بين مصر وما بين الوفد الأمريكي استحالة طيب لكن بالتأكيد إحنا ماشيين في الاتجاه السليم يعني على سبيل المثال عايز تقولي إنه الإشهادات الدولية بما يجري الآن أنا مش بس بكلمك على اللي بيحصل من الدور المصري من يوم 7 أكتوبر وإنت شفت بنفسك وسمعت وقارط الأخبار وتبعت التحليلات السياسية شفت تقارير يعني لحد ما بالتأكيد أنت أصبح في عندك صورة كاملة لكن شوف الرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يؤكد تقدير الولايات المتحدة الأمريكية للمواقف المصرية أي مواقف أو وصفها بإيه بأنها المواقف الداعمة للاستقرار في المنطقة وبالمناسبة ده اللي أنا بقوله لك دايما مصر لا تريد أي شيء على الإطلاق سوى استقرار المنطقة في كافة أرجاءها من أول العراق والحد المغرب وجنوبا حتى الصومال مصر عايز استقرار المنطقة لا تريد أي شيء آخر عشان كده هي بتتعامل بمنتهى النزاهة بنزاهة مطلقة وعلشان كده في ثقة حقيقية من كل الوفود اللي موجودة النهاردة وأي وفود ممكن تبقى موجودة بعدين وفي أي دور بتلعبه مصر فيما يتعلق بالمنطقة أي منطقتنا العربية والشرق الأوسط أو إذا لقدر الله حصل حاجة في منطقة المتوسط هتلقى على سبيل مثال تذكروا في وقت كوب 27 أو كوب 27 مشار مشيخ لما فخامة الرئيس تكلم على أنه إحنا مستعدين للاعب دور في تهدئة الأمور ما بين روسيا وأوكراني العالم كله رحب بده طب العالم رحب بكلمة الرئيس في هذا الصدد بالتحديد ليه لأنه العالم كله يعلم جيدا أن مصر هي الوسيط النزاهة النزاهة المصرية في التفاوض السياسي في عقيدة الدولة جزء منها لا يتجزأ بل هو جزء كبير بل اعتبره جزءا حاكما هو النزاهة المطلقة في المواقف إيمانوال ماكران في فرنسا على سبيل المثال اتكلم أيضا عن تقديره لإيه بقى؟ للتزام مصر ودورها الفعال في إيصال المساعدات لغزة خد بالك مسألة إيصال المساعدات دي حاجة مهمة جدا لأنه من وقت للتاني تظهر بعض الأخبار على بعض الوكلات وبعض الشاشات وللأسف على مواقع التواصل الاجتماعي فيبدأ يتبناها البعض في الداخل باعتبارها واقعا وازاي مصر بتمنع المساعدات؟ وافتحولنا المعبر خلونا مش عارفنا الرئيس الفرنسي بيتكلم على الدور المصري الفعال والملتزم بإيصال المساعدات لأهلنا في فلسطين المستشار الألماني أولف شولتس أشاد بالدور المصري البناء لاستعادة السلام والأمن في المنطقة وأكد على أهمية الدور المصري في عدم اتساع نطاق الصراع ريشي سوناك رئيس وزراء بريطاني وأظن حضراتكم عارفين يعني أن بريطانيا مش من الدول المتيمة بمصر وتحديدا من 2013 يعني مواقفهم بعانا مش لذيذة على الإطلاق ومش فيها مش لذيذة إلا أنه ريشي سوناك لأنه ده واقع لا يقبل الشك أو التأويل أشاد بالجهد المصري لحفظ السلام والأمن في المنطقة رئيس وزراء أسبانيا بيدرو سانشيز شكر مصر على دورها في إجلاء المدنيين من غزة وإيصال المساعدات وجهود حفظ السلام وزير الخارجية الصيني وان جي أعرب عن تقديره للدور المصري في تجميع المساعدات الإنسانية وأيضا لإيصالها لغزة اللي أنت لازم تشوفه من هذا المشهد وبالمناسبة ده مشهد مختصر يعني إحنا بس ما حبناش نطول عليك وأزيب من اللازم ده يمكن مجموعة من الإشهادات الدولية بكلمك على قادة وزعماء العالم بكلمك على أكبر دول موجودة حوالينا في الدنيا بكلمك على فرنسا إنجلترا أمريكا الصين إحنا قلنا إيه تاني أسبانيا أنا ممكن أكلمك كمان على إيطاليا ممكن أكلمك على روسيا ممكن أكلمك على حاجات كتير جدا فالعايزك تفهمه يا سيدي الفاضل هو إنه الدور المصري دور شديد الفاعلية شديد التأثير شديد العمق شديد القوة دور تاريخي مش بس على مدار السنين الماضية لأ دور تاريخي يعني الموقف القائم حاليا ده العالم كله بينظر إليه بمنتهى التقدير وعارفين كويس جدا إنه لولا الدور المصري لابتلعت القضية أي بتعبير الرئيس لتم التصفية القضية ده من يوم 7 أكتوبر لحد دلوقتي لولا مصر وطبعا بتوفيق وأمر ربنا سبحانه وتعالى لكن تاني لولا مصر لتم التصفية القضية وما كانتش الموضوع بالمصري كده يقولك ما كانتش خات غلوة كان الاحتلالها يخش قسف مستمر ثقيل إلى أبعد الحدود يعني يجيب البلد عليها وطيها لا قدر الله حلو ويتعمل مسلسل تهجير يهجروهم بشكل قصري في أي مكان يرغموا أي حد أنه هو ياخد أهلينا في فلسطين أو أنه يفعلوا سيناريو التهجير الطوعي فتبدأ تفتح دول أبوابها وتمنح الإقامات في أقل من 24 ساعة بل وتوفر أيضا البيوت وقد توفر لهم فرص العمل وتوفر أيضا فرص التعلم في المدارس أو في التعليم الجامعي لمن هم في سن التعليم ويبقى كده خلص مصر من اللحظة الأولى رفضت هذا السيناريو بكل تفاصيله يعني رفضته جملة وتفصيلا رفضته مش مجرد رفض المنطوق يعني مش التصريحات بتاعت إنه إحنا بنرفض وخلاص أو إن إحنا نشجب ونندد أو إن إحنا لنقبل مصر خدت الخطوات بتاعتها مصر تحركت بمنتهى القوة بمنتهى السرعة وعلى أعلى نطاق ممكن ده واحد اتنين لقينا كل الناس زعماء العالم كلهم يجيين لأهم كلهم جم بصراحة كلهم جم وكلهم كانوا يبدأون في الاتصالات التليفونية المستمرة مع فخمة الرئيس علشان إلحقوا حلوا الموضوع إحنا بدأنا نفهم الصورة تذكر جيدا إنه العالم الذي طالما وصفه نفسه بالتحضر وبالحرية يعني العالم سواء إذا كان في الشمال أوروبا أو في الغرب بزرولات المتحدة الأمريكية وكندا وما إلى ذلك كانوا واخدين موقف أصلا مناوئ ضد هم ضد فلسطين ضد المقاومة وقفين وقفة عمياء مع الاحتلال الصهيوني الأراضينا العربية المحتلة وبدأ الموقف يتغير واتغير ليه ما هو ده السؤال اتغير بسبب القاهرة اتغير بسبب جمهورية مصر العربية اتغير بسبب تحركات شديدة الفاعلية شديدة التركيز من الرئيس وسائل المؤسسات والأجهزة المعنية يبدأ اتحرك العالم بناء على قدرة الإعلام المصري على إظهار الصورة ودي الحقيقة الإعلام المصري اشتغل على كل المستويات اشتغل بالشكل التقليدي على وهو الشاشات المواقع الجرائد اشتغل على السوشال ميديا شغل المراسلين بتوعه كنت بأكلمكم من يومين على الدور الرائع اللي عملته قناة القاهرة الإخبارية في إظهار هذه الصورة فوصلنا إلى أنه لم نرى مظاهرات داعمة لحق الشعب الفلسطيني في تاريخ القضية شوف بقى في تاريخ القضية زي المظاهرات اللي حصلت خلال السبع شهور اللي فاتوا في كل عواصم صنع القرار الدولي وبقول لك كل يعني كل ألمانيا فرنسا بريطانيا الولايات المتحدة حصل ولا ما حصلش أسبانيا إيطاليا حصل ولا ما حصلش دا اللي حصل وصلنا إلى أنه أصبح هناك كمان حراك طلابي بدأ في الولايات المتحدة لينتقل إلى أوروبا إلى آخر ضد دور المصر